صحيفة معريف الإسرائيلية قالت مصر وضعت خط أحمر لإسرائيل وصحيفة معريف قالت أن مصر وضعت خط أحمر حيث اعتبرت القاهرة أن أي هجوم على الحدود أو أراضي سيناء ومحاولة تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها بمثابة خط أحمر المراسل العسكري لصحيفة معريف تيل ليف رام قالت أن مصر أبلغت إسرائيل أن أي هجوم على حدودها أو محاولة تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها خط أحمر لن تقبل به القاهرة زي ما مأكتوب فيه قدام حضراتكم في صحيفة معريف تقول الصحيفة أن نشاط الجيش الإسرائيلي يتعمق في غزة استعدادنا لمرحلة مقبلة في الحرب وإستداف نقاط محددة متقدمة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة الجيش الإسرائيلي يعرف تماما أن مصر لن تقبل أبدا بتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة أيضا صحيفة جيروزالين بوست قالت فشل إسرائيل جعل الحدود بين غزة ومصر صعبة جدا وقال كمان أنه حماس أنه إسرائيل بتقول أنه الأنفاق يمكن أن تكون أداة لتمويل أو تموين حماس بالأسلحة عايزة أقول تاني أنه كل الناس عليها تعرف أن حدود مصر مؤمنة حدود مصر كل الأنفاق التي كانت موجودة مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تؤمن حدودها بشكل كامل مئة بالمئة وأنه أي محاولة لرغي أو هري في موضوع الحدود وموضوع إسرائيل وموضوع التحرش عسكري أو موضوع غيره أعتقد أنه الأمر سيكون هناك رد حاسم على أي دعاية في هذا الأمر وبقول تاني يمكن أن نقبل يعني مهاترات أو جدل أو أراء أو في أي أمر إلا الأمور المرتبطة بحدود مصر تاني يمكن أن نقبل يعني مصر أفضل مصر أفضل أفضل في محاول جدل أو أفضل من شكري أفضل تاني يمكن أن نقبل يعني مصر أفضل بإمكان جدل أو عباحة أو في شكري أفضل